موسيقى 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 مشاهداتنا مشاهدين نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف الظاهرة بدأ وزير الشؤون الخارجية والتحاد الاوروبي والتعاون الاسباني خصي مانويل الباريس زيارة الى المغرب تندرج في اطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين هذه الزيارة تأتي في سياق يتطلع فيه البلدان الى استكمال لخارطة الطريق المشتركة وتكريس مبادئ الثقة والتشاور والتعاون التنائي في عدد من القضايا للمزيد عن هذا الموضوع ينضم الينا الاستاذ محمد بالعربي من الميريا استاذ بالعربي اهلا بك معنا استاذ حسن بالعربي الاستاذ الجامع المختص في الشأن الاسباني ارحب بك معنا في هذا النقاش بداية ما هي اجندة وزير الخارجية الاسباني في زيارته الاولى للمغرب في ظل الحكومة الجديدة لسانشيز في البداية اشكركم على الاستضافة وهذه الزيارة هي اول زيارة لوزير خارجية اسبانيا بعد التفوق والنجاح وتأسيس حكومة جديدة اذا هي اول زيارة تاكسي اهمية مهمة جدا بين تقوية العلاقات المغربية الاسبانية نعلم جيدا ان هذه العلاقة في تحسن منذ الدعم لقضيتنا الطرابية هي قضية الصحراء المغربية خلال زيارة بيدرو سانشيز للمغرب في ابريل 2022 اذن ربما هناك اجندة للسيد الفارس خاصة في المواضيع العالقة اليومين هذا مثلا ترسيم الحدود البحرية بين جزر الكناريا والمغرب اعادة فتح الجمارك التجارية بمعبر سبتة ومليلية ومواضيع اخرى كالهجارة الغير الشرعية والمكافحة الارهاب ودعلم جيدا ان في الفترة الاخيرة هناك تعاون في كل المجالات وخاصة في الثقافة والتعليم والبحث العلمي وايضا في مكافحة الارهاب والهجارة الغير النظامية سيد حسن بالعربي وانت مختص طبعا في الشأن الاسباني بدينا نتحدث ايضا عن اولويات هذه المرحلة بالنسبة للمغرب واسبانيا معا نعلم بان البلدين معا قطعا شوطا مهما في خارطة الطريقة التي تم ارساؤها الان ما هي اولويات هذه المرحلة هي مرحلة جديدة مرحلة سيعيد التفعيل سيفاعل يعني الخارطة الطريقة المتفق عليها في ابريل 2022 ولا ننسى ايضا الجانب الاقتصادي وهو جانب مهم جدا بالنسبة للبلدين هناك اذا افق يعني جيدة جدا في الاستثمار في المغرب وخاصة بعد خطاب صاحب الجلالة الملك محمد الثالث في مناسبة المسيرة الخضراء في نوفمبر الماضي الشهر الماضي نعلم جيدا ان هذا الخطاب يفتح صفحة جديدة في الاقتصاد المغربي المغربي وفي الاستثمار في المشارع العملاقة الكبرى في المغرب بصفة عامة وخاصة ايضا في الصحراء المغربية اذا الاقتصاد اظن انه سيكون الحديث على المشارع وعلى يعني الاحتمال المشاركة الاسبانية الاحتمال الكبير في الاستثمار في عدة مجالات في المغرب وخاصة بعد هذا الخطاب الملك استاذ حسن بالعربي نعلم بان هناك تعاون بين البلدين في عدد من القطاعات المهمة تعلق الامر ذكرت انت الاقتصاد هناك الهجرة هناك الامن ملفات في الواقع حساسة جدا الان هناك حصيلة للتعاون في هذه المجالات هذه الحصيلة الان ماذا تقول تقول انه ما زلنا في الطريق يعني العلاقة جيدة والنتائج مهمة جدا الى يومنا هذا ولكن هناك يعني نقطة حساسة جدا وخاصة ما يتعلق بترسيم الحدود بين الحدود البحرية بين جزر الكارانيو والمغرب وأيضا هناك مسألة إعادة فتح الجمارك بين سبتة جمارك التجارية بمعبار سبتة ومليلية وأقول ان هذه النقطة هي ملزمة علينا ولكن هناك تطلب للوقت اكثر لدراسة بعض النقاط المهمة جدا في هذه النقطة الأخيرة وهي فتح الجمارك التجارية بمعبار سبتة ومليلية ماذا عن المصالح التي يتطلع المغرب إلى الدفاع عنها وتحقيقها في إطار هذه الشراكة مع إسبانيا وهي شاركة رابح رابح ناسية وأن مدريد تقود التحاد الأوروبي فعلا هنا يجب يعني الإشادة بإسبانيا وخاصة بالسيد بيدرو سانشيز لأنه يدافع على حق حقية المغرب في الدفاع على وحدة هذه الترابية وخاصة على الصحراء المغربية إذن هناك نقطة عديدة يجب الإشادة بها في العلاقات بين المغرب وإسبانيا حينما نتحدث عن هذه المرحلة وهي مرحلة تشكل استئناف طبعا لخارطة الطريق بعد طبعا تنصيب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في ولايته الثانية وأيضا استئناف البغيس لولايته الثانية في وزارة الخارجية الإسبانية هل بوسعنا في هذه المرحلة الحديث عن محددات جديدة تقوم عليها العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد المحددات أو العلاقات المغربية الإسبانية هي مبدئيا مبنية على حسن الجوار وعلى الثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء وهناك خريطة طريق بطبيعة الحال وتلك خريطة طريق تبنها المغرب وإسبانيا خلال زيارة بيدرو سانشيز في أبريل 2022 محددات أيضا تعود بنا إلى لقاء رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وجلالة الملك محمد السادس هنا في المغرب وما نتج عن هذه اللقاءات من تبني خارجة الطريق وأيضا تحديد أسس العلاقة المغربية الإسبانية فيما يتصل بالثقة والتشاور المتواصل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية ما الذي أنتجته هذه المبادئ في إثراء هذه العلاقات ما أنتجته هو أن هناك حوار دائم وناء بطبيعة الحال في كل وهناك يعني تعاون متعدد الأبعاد إذن كانت مرحلة جديدة ولكن هذه المرحلة ما زالت ستستمر إلى الأحسن يعني أظن أن المغرب وإسبانيا لديهم شعور قوي أن العلاقات مستقبليا ستكون علاقات استراتيجية في كل المجالات لا فقط في مسألة المواضيع الكراسيكية مثل محاربة الإرهاب أو محاربة الهجراء الغير النظامية ولكن هناك مشاريع أخرى في التعليم العالي في البحث العلمي في ميدان ثقافة في جميع الميادين شكرا جزيلا لكم الأستاذ حسن بالعربي الأستاذ الجامعي المختص في شؤون الإسبانية حدثتنا من الميريا شكرا لك على كل هذه التوضيحات بإمكانكم مشاهدين الكرام العودة إلى هذه الحلقة والإطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني ميديانتيفي دوت كوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة